ونشوف رأيي فقرة أمامي المتغيرة كل يوم إيش ممكن أن يبلغون طبعا أنا خاف أقول لهم وليس سويتوا فقرة كيف لا لا بكرة بتتغير لأنه يلخمونك لا لا خليها معلشي نحن كل أسبوع كل أسبوع يعني هذا الأسبوع من مبارح قادمين عم نحكي على أفكار الأسبوع القادم صحيح يعني كل أسبوع عن جد كل أسبوع فيه أفكار جديدة ما بيشبه الأسبوع الجاي ما بيشبه الأسبوع اللي يقبله دعنا نتكلم علاميا هل هذا صحي علاميا أنه نغير كل أسبوع الفقرة تسمعني إجابة سيدي الشباب اللي عندك الله لا يكترون ببيت مسلم أختني كيف ترى عملولي 77 مرض أخير أخير أخليك تكمل إجابتك أحمد لو بلغتني بس أنه نحضي إليه في الحلقة فقط يعني لا يوجد إليه ما يوجد إليه فالرقب الله شيف اسمعني حاول يعني أنه كمان السؤال يعني تخيل 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 يعني أبسط شي اليوم سارئين حليبات التاس وشربانينو أرفتني كيف بدك أكتر من هي حليبات التاس إيه هاي فيها جايبيلو ببرونة صغيرة حليب حليب أه هو بيشرب حليب آه حليب لل إيه للتاس سارئينو وشربانينو لا حوله مستعاري ما رح نقول سارئينو مشان ما تعملوا ديليت مو بيليت ديليت أخذينو شربانيو ديليمو على هذه المشكلة اليوم يا رجال والله أنا ماشي مع الجمهور يعني أنه سهلوا عليهم أعطوهم طبخات حلوة طبخات بسيطة واحدة مبارح لا الاسموه الماضي لا مصادرة سيزر يعني سيزر واحدة قاتل خلي سووا أندومي عرفتني كيف إن شاء الله بالمستقبل خلينا نبدأ شوي شوي لأن الأندومي ممكن يستحل لا نصل لسطحية يعني بيض عيون فوق رشة فلفل أخ أخ والله خليها لربك اليوم أننا لنسوي سيزر ونسوي صلاة عيوناني قريك صلاة و سيزر صلاة وقبل الفقرة خمسة عشر مرة عشر مرة قبل الهوى بإلونياها واحترامها لجمهور ونرجع من أولى قدام الجمهور اليوم أجيت بدي لأي شرح لن ألا لا خلاص عرفنا عرفنا أترى اللي اشتغل اشتغل ألا كينا أخليك تفضل بأخذ رأيتك لأخذني بشكل عام كذا انطباع عام عن الفقرة من أبو هيف وبعطيكم انطباع العام وبعدها بعطيكم أسئلة تفصيلية إذا ممكن أبو هيف ما شرحك فقرة أمامي أنا مدري يقول لك الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والأسبوع الثالث بشكل عام حاول تضعهم في خلاط وعطيهم انطباع والله المشكلة لو حطحت مشاكل فقرة أمامي داخل الخلاط الخلاط خرب المشاكل كثيرة والخلاط ما راح يقدر يدور لكن يشوف فقرة أمامي يعني تعاني من التخبط واضح والمشكلة التخبط الواضح من جواب حبيبنا الشيف أنه عن قناعة منهم حتى الشيف يقول اليوم جلسين نطرح أفكار الأسبوع المقبل هذا دليل إيش؟ دليل أن الأخوان فقرة أمامي هم يتعمدون أنه كل أسبوع كلها فكرة اعتقد منهم هذا الشيء كوي التجديد ايه وأنا أعتقد أنه التجديد ليس دائما مطلوب إذا كان إذا كان يعني في غير محله يعني مثلا السؤال الأول المراقيين اللي صاروا الآن بعدها موجهين ما فائدة الموجه في حضور الشيف إذا كان الموجه موجود إذا الشيف لماذا هو موجود هذا السؤال هل الشيف يعتبر مقدم إذا كان مقدم لماذا حبيبنا محمد الفهيد موجود هنا السؤال هنا سؤال هل أن الشيف مقيم أيوة أكثر من كونه موجه أنا أعتقد أن المهام الشيف المفترض أنه يكون موجه قبل أن يكون مقيم لأكله مثلا سلطة سيزر أي أحد أحمد الصادق حبيبنا يقدر يقيم سلطة السيزر لا تحتاج إلى الشيف لماذا تحتاج إلى الشيف لماذا تحتاج إلى أحمد الصادق بذلك؟ لأنه عزمني على مطعم لها تقريب أسبوعين بس لسه لا لا جاءت فرصة السؤال الأول السؤال الأول الأزدواجية ما بين أدوار الموجه والشيف هذا رقم واحد رقم اثنين لماذا كل أسبوع فيه طريقة؟ لم نحن لهم المتسابقين إذا كل أسبوع فيه طريقة المتسابق لا بد أن يكونوا في الآلية اللي ماشي عليها الفقرة جميل رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة؟ طبيعة المقدمين مع بعض الشيف والفيد ما رأيك؟ ثنائية الشيف ود لا لا محمد الفيد أنا لا أستطيع أن أتكلم عنه لأن المصور نسناب يقول إذا تكلمت أي شيء لا أستطيع أن أستطيع معي نسخة بالنوع محمد الفيد هو أفضل مقدم بعد أنا أحدده؟ ماذا؟ محين جواسيس هنا؟ لم أدخل جواسيس الحين؟ لماذا تهدد ضيفي؟ لماذا تهدد أحد المقادر؟ أنا ضيوف كلها حتى أن يقول محمد الفيد أفضل مقدم مرة على برنامج يتدواق صحيح هذه مشاهدة حق صادق لا بد أن تتقيم نفسك هو يعني هو يقائل أحلي طيب طيب لدي رد على أعطاء المنحلات نضع نظام أي مساعدة من يشيفه بغند بخصم تمام؟ بزيارة غند نعم أنت معد في البرنامج لا لدينا خصم نقاط لا لا بالبداية كانت غند ومغند بعدين تأجل سارة نقاط عند تتجمع نقاط بعدين تأخذ خصم لماذا تتطع به الموضوع؟ أقول لك شيء أنا أمي الله يخلي أهلي ويطول بعمرة قبل أن يجع الدنيا كانت تتح بالرياضيات فهمت؟ فسبحان الله فهمت؟ فهمت؟ أكيد والله أنا عارب السبب يا جماعة والله يا جماعة أنا عارب السبب لا لا بس التفاصيل على فكرة المتسابخين ما بيعرفوه يعني صعبة إذا بداك تقول من ناحية صعبة يمكن أن نشح لك إياها بطريقة أن تغري دايركت إليك ليس بالتفاصيل هم فهمين بس هم بالنسبة للمتسابقين عالية التغيير بس عملية شمدين لك هي زيادة أدرالين يعني أنك تعطيون أدرالين زيادة بقلب الحلقة لا 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 مشكلة التغيير الآن برجع على موضوع التغيير لسه نقطة طويلة بس مدري أنا فهمت إجابتك هل هم مثلا أنا مدري والله أفترض افترضها هل مثلا أعطيك شباب طبيعة الفقرة فيها غند أنت توهقت في الفقرة مثلا ما أدري وقلت لا خلوها نقاط بطيرا حولوها غند لا هي كانت هو شي غند مثلا ذهب يحولها شوف أقول لك شيء كانتها الأول غند وخاصم غند وحضيف غند ومدري إيش بالنهاية قلنا خلاص بدل ما نحط لنا غند وبعدين مجموع على الغند لماذا قلت خلاص؟ هي تجديد عندنا التجديد شوف أنا مريت ببرامج طبخ يا حبيبي ممكن التجديد مريت ببرامج طبخ كثيرة التجديد الغند حلو برامج طبخ هذه المريت بها يعني واحد منهم كنت مديري يعني تذكرون ما إلا تذكرون لا تقلينا نتكلم فمدير الإدارة كان الصيف و الساعة 12 تظهر وبدو مكيف بدو مكيف مراوة بس الوضع كان تمام وين كان الدبام لا كان تمام أسلم أسلم المهم خلاصة الخلاصة يعني مهم خلاصة إنه عندنا حنة قدمت مرة برنامج ثلاثة شهور نفس النظام بهذا بس أنه ما كان ثابت أنا لو حالف أنه الفقر عبارعان يا الله بسم الله عطونا الطبخة وش الطبخة؟ طعا هذه الطبخة وش التقديم؟ بدأوا يطبخون خلاص الطبخة جاء برنامج ساهم أنا وشيب بدأنا نسويه زي التغيير كل أسبوع تغيير فيه حراك يعني فقرة المطبخ يعني هي شوي رتمع ضعيف شوي إذا ما كان فيه تجديد وفيه نروح للجمهور ضعيف ليش؟ لأنه ممكن إعدادها يكون ضعيف مهما قويتها إذا هي ما تغييرت فقرة المطبخ ترميب كلها طبخي يا أخوان فقرة المطبخ جزء منها للمطبخ وجزء منها للمتسابق حلو أدردش مع المتسابق أخذ تفاصيل محمد محسني أشف أنت تقدر تأخذ منه تفاصيل ما يقدر يقولها في الرئيتي لأن الشباب دائما يمنعونه ويقاطعونه أنت تقدر تطلعها حلو فقرة المطبخ هي أحسن نافذة يخاطب جمهوره تمام؟ ولكن أنت هنا يحكمك أيام المطبخ مثل ما قال أبو فهيد بسهم كان المطبخ كبير كانوا كل يوم يفوتوا بدخولية للمطبخ في مساحة يعمل دخولية يوم فاتوا كفار قريش يوم فاتوا عاملين فيها فرقة ضب لا لا قصدك عصر الجاهي مسرحية عصر الجاهي شو كانوا عصر الجاهي كانوا كفار قريش كفار قريش فاتوا فيها ويوم فاتوا كانوا يفوتوا بمسرحيات يفوتوا بمواقف أكثر أكثر من المسرحية أي كان كل يوم يفوتوا مرة نزلوا من السقف أعرفتني كيف يعني كان فيه أحداث يخلقوا للشباب اليوم أنت محكومين بزاوية معينة أعرفتني كيف الزاوية هاي تفرض علينا نحن عبق أكثر أنك تطلع لهم أفكار تخيل أنت أنه كل أسبوع عندك فكرة جديدة تغير الأسبوع الماضي بس مشان ما يحس أنه فايل نسبة كبيرة من الشباب أو 99% من الشباب ما بيعرفوا يشتغلوا بالمطبخ ومعنش بين قوسين خلينا نكونوا واضحين أكثر اللي رح يتخرج من عندك من هون بعد البرنامج مستحيل رح يفتح مطعم وإلا كارسة هاي رقم واحد أنا واحد دخلت برنامج 90 يوم إلى يومك هذا ما أعرف أطبخ اللبيض بس هي قدرة هي هون هو آخر بدأ يتعلم أنه يتعلم عشان كده نقولك ركزي على جانب المتسابق أكثر جانب المتسابق لازم المتسابق يعرف اليوم في عنده مقدمين خليني إذا أذكر لك بعض الأسماء وأنتوا يعيب أنه واحد يمضحكم بوشكم بس المتسابقين ما عم يستغلوا يعني اليوم واحد مثلا مثل عبدالله حبيب مثل رياض الخبران هدول الأسازة سعد شو اسمه الغنفري الغنفري هدول الأسازة إذا ما تعلم منه كيف يشتغل وكيف يعمل محتوى وكيف يعمل الأفكار وكيف هذا هو المتسابق يعني تأثير منه عرفتني كيف اليوم أنا قاعد بين واحد مثلا مثل ياسر ياسر أنا أعرف شو الباكراوند وأعرف شو الإمكانيات عنده أكون غبي أنا إذا ما أخذت من اقتبست من نوره من خبرته بهذه الحياة من ناحية المسرح من ناحية الهي حمد مبدع يعني خلاق أفكار ويعرف هذه يعني أنا إذا ما تصادر خلاط أفكار تقول أه خلاط 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 أفكار أعرفك جاد يعني فيه من المقدمين الشباب ما عم يستغلوه هينين هون أنا بقول لك يا يمكن الشباب الهلاء كلهم طيبين وحلوين وحابين يعملوا شيء بس ما عم يفكروا بالمستقبل متل ما عم يفكروا بال جميل أنا ما بدخل في تفاصيل أكثر لكن أنا ما زال عندي إشكالية وبرجع لموضوع المطق ودنا ندخل في مواضيع ثانية بدنا نرجع لكم من جزء لكن ما زالت عندي إشكالية وحاولت التراجع